تقس شتوي وبارد غداً درجات حرارة أبرد من معدلاتها واستمرار الأمطار في بعض المناطق وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقس العرب وأسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية الباردة يوم الغد الأربعاء لتصبح أو يكون هناك انخفاضات على درجات الحرارة لتصبح أبرد من معدلاتها من 3 إلى 5 درجات مئوية تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية وباردة نسبياً في باقي المناطق وتبقى هناك فرص لزخاتنا الأمطار كما نشاهد هنا من خرائط الهوطرات المطرية فرص هذه الأمطار متوقعة بمشيئة الله أن تكون على شمال ووسط المملكة وأيضاً على بعض مناطق من الشرق وأيضاً جنوب المملكة خلال ساعات النهار من يوم الأربعاء ولكن تبدأ هذه الفرص تضعف خلال ساعات الليل من يوم الأربعاء بمشيئة الله بعض التوصيات والتحذيرات فيما يخص هذه الحالة ينصح بارتداء ملابس شتوية دافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة أما في هذه الليلة وفي العاصمة عمان متوقع أن تكون الأجواء أيضاً للك فرصة الأمطار بمشيئة الله زخاتنا الأمطار درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة الأربعاء نهاراً من 11 إلى 7 درجات مع فرصة الأمطار تضعف هذه الفرص كما ذكرنا سابقاً يوم الخميس 16 نهاراً إلى 9 درجات مئوية في ساعات الليل ويوم الجمعة أجواء مشمسة بمشيئة الله 19 إلى 10 درجات مئوية ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربت من 15 إلى 11 درجة مع فرصة الأمطار المفرق 15 إلى 7 جرش 15 إلى 9 وفي عجلون من 13 إلى 9 درجات مئوية كدرجات حرارة صغرى عمان 11 إلى 7 في الزرقاء 15 إلى 8 بلقاء 13 إلى 8 مادمة 11 إلى 8 درجات وفي البحر الميت من 21 إلى 16 درجة مئوية وإيضاً هناك فرصة الأمطار في الكرك كذلك الأمر 12 إلى 9 طفيل 11 إلى 8 معان 13 إلى 5 درجات في جبال الشراط 9 إلى 6 درجات وفي العقبة 22 إلى 15 درجة مئوية مع وجود فرصة زخات من الأمطار في الويشهيد 16 إلى 7 درجات في الصفاوي أجواء مغبرة من 16 إلى 7 درجات وأخيراً في الأزرق فرصة الأمطار من 17 إلى 8 درجات نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقرات العقاري ترجمة نانسي قنقرات العقاري